ألا يعني ذلك تشكيل قوات حفظ القانون البعض افتهمها بأنه راح يصير كشف عن الكثير من الأمور اللي قد تكون الشرطة قيادات بالشرطة الموجودة ممكن راح تنكشف بيها بالتحقيقات القادمة فيقول لك هذا يجوز تمهيد تشكيل قوات حفظ القانون ومحاسبة المقصرين بالنسبة للتظاهرات ألا تعتقد هذا قد يكون هو هذا المؤشر الحقيقي؟ ربما يكون الهدف جمع الصلاحيات لدى قوة واحدة يعني بدل ما يكون عدة قوات قوة واحدة هي هذه اللي تمتلك الصلاحيات في حماية المظاهرات أو في التهيئ للحالات الثرارية قد يكون هذا الغرب ولكن هذا يكشف أيضا ضعف في بنية الدولة ومؤسساتها الأمنية حتى لو تشكلت هذه القوة كان يفترض أنه تشكل من زمان دماذا ننتظر هذا المستوى من التأزم في الشارع حتى نشكل هذه القوات زائدا يعني أنا أعتقد أن ما دفع الحكومة إلى هذا الإجراء هو ما حصل في التظاهرات الأخيرة التظاهرات الأخيرة كشفت أن القوة الأمنية ليست بصاحبة القرار النهائي في الوضع الأمني بحيث أن هناك عناصر خارج إطار المؤسسات القوة الأمنية تدخلت وفرضت واقعا يعني مخجلا تجاه القوة الأمنية ودفعت باتجاه الاحتقال أكثر لا أظن أن عراقيا شريفا من أبناء القوات الأمنية يرضى بإطلاق رصاصة باتجاه مواطن متظاهر سلمي لا يمتلك السلاح يطالب بحقه في الحياة بالتأكيد هؤلاء هم يتبعون أجندات غير الأجندة الوطنية وليسوا عراقيين أصلا وليسوا خدما لهذا الوطن وإنما هم خدم لمصالح الأجانب والتظاهرات في رأي الشخصي طبعا هذه التظاهرات لديها تشعبات كثيرة هي ليست فقط مظاهرات شعب يطالب بإصلاحات أو أناس يحاولون الحصول على فرصة عمل وإنما هناك أجندات أجنبية كثيرة تحاول أن تستغل مثل هذه الظروف وتحاول أن تتركب الموجة وتستغل حاجة المواطن والمعاناة التي يعيشها المواطن لغرض حرف التظاهرات باتجاه تحقيق أجندات خارج عن أطار الأجندة الوطنية المظاهرات كشفت أنه المجموعة السياسية الحاكمة فقدت ثقة الشعب المطلقة بها يعني لا يوجد كيان سياسي يستحق برأي المتظاهرين أن يحترم وأن يتبع ترجمة نانسي قنقر شكرا